ما بنتكلم عن موضوع المحافظة فهو بيقول والله عمله كذا وجهاز كذا تابع المحافظة عمل كذا انا مشوف فكرة التكاتف الحقيقة بين مؤسسات الدولة المختلفة سواء مجتمع مدني او مؤسسات تابعة للحكومة او حتى تشغل يعني اولياء الامور نفسهم فكرة التكاتف لقضية معينة حاجة عظيمة وحاجة هيلة ولازم تكون عندنا الحقيقة لان احنا الدولة بتبحث عن يعني عمل طفرة في الحياة وعمل يعني عملية تنمية الشاملة والحياة ده يعني الرئيس السيد الرئيس عبدالتح السيسي يعني بيدعو ليه على طول فانا بشوف ان الموضوع مش هيبقى على الدولة او الحكومة بس لا لازم احنا كمان نشارك احنا بقى كل الفئات اعلام صحافة محامين اطباء طلبة اولياء امور حتى كمجرد مواطنين يعني هي فكرة ان احنا نزرع الاسطح بتاعت المنازل او نزرع البلكونات كل الحاجات دي هتساهم ويمكن كمان مسألة انه البلد كلها مهتمة بالموضوع ده عشان استضافة سي او بي 27 فده برضو حاجة ممكن تشجعنا كلنا وخلينا نقول كمان مش عشان الاستضافة بس طبعا الاستضافة ده شيء مهم جدا وشيء يعني انا فخور بيه جدا ان مصر بتستضيف قمة كبيرة زي دي في شهر نوفمبر ان شاء الله في مدينة شرم الشيخ ولكن خليني اقولك فكرة ان التغير المناخي فعلا احنا محتاجين كبشر كبشرية بشكل عين نوجهه واحنا كمصريين تعرف دايما عندنا الريادة وانا متحيز كالعادة يعني فان شاء الله ده يكون يعني يكون لنا دور كبير في ده ان شاء الله في الحفاظ على المناخ وخلينا بقى نقول للناس معنا النهاردة النهاردة يا عمر معانا موضوع مهم جدا للأسف بيتكرر كل سنة وبيحصل منه مشاكل نفسية كتير سواء للطلبة او كمان حتى للناس الكبيرة يعني المشاكل دي في الطلبة ممكن تتطور لعدم رغبة في مروح المدرسة ممكن عزلة اكتئاب مشاكل نفسية كتير اظن حضراتكم يعني قدرتوا تتخيلوا بتكلم عن ايه التنمر المدرسي صحيح ان وزارة التربية والتعليم اكدت انها هتتصدى بقوة لظاهرة التنمر المدرسي بكافة اشكاله واكدت على ضرورة تطبيق لقاحة الانضباط المدرسي لكن المدرسة مش لوحدها في الموضوع ده لان التصدي للظاهرة الخطيرة دي بيبدأ من البيت ومن الاسرة نفسها وللأسف ناس كتير جدا مازالت بتتعامل مع الموضوع ببساطة على انه هزار وعادي وطول عمرنا بنعمل كده وما بتحاولش حتى تفهم اولادها او تربي جواهم سلوك عدم التنمر وكمان الاهل نفسهم ساعات بيكونوا هم السبب الاول في ان الابن يتحول الى شخص متنمر سواء لانهم مش بيوجهوه صح او لانهم هم نفسهم بيتنمروا عليه عشان كده النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن اسباب التنمر ونعمل ايه لو ولد او بنت بيتعرض للتنمر في المدرسة هنتكلم في كل ده بالتفصيل مع دفتنا الاستاذة الرحاب الفئي غصائي الصحة النفسية والارشاد الاسري يعني الحقيقة متحمسين جدا ان احنا نعرف اكتر عن الموضوع والله يا مرينا انا شايف ان هو موضوع مهم جدا الحقيقة ولازم الموضوع ده يتم معالجته من الناحيتين يعني زي ما الاهالي لازم تربي اولادها على عدم التنمر لازم كمان ندعم اولادنا نفسيا ونقوي شخصيتهم ونعلمهم ازاي ممكن يواجهوا اي حد يتنمر عليهم لان الازى النفسي الحقيقة بيكون اقل لو الطفل ده شخصيته قوية وادر يتعامل مع التنمر بشكل صح ويرد على الشخص المتنمر ويعرفه غلطه وده مش بنقول طبعا ان ده يكون بشكل عنيف او بشكل في تجاوز لا هنتعلم ده طبعا في فقرتنا الاولى زي ما مرينا قالت وبمناسبة بقى قوة الشخصية والتحدي والارادة ففي الحقيقة اكتر ناس بيتضرب بيهم المثل هم اللي بيحاولوا ان هم يساعدوا الا حواليهم ويقدموا خدمة تفيد فئة معينة من المجتمع زي اللي عملته ضفتنا بسانت السيد وترجمة لغة الاشارة لما قررت انها تنشئ قناة خاصة على اليوتيوب بلغة الاشارة لمساعدة الصم وضعاف السمع علشان يقدروا تابعوا الاحداث ويكسروا عزلتهم وتربطهم بالاحداث الجارية والجميل انها تعلمت كمان لغة الاشارة مش بس باللغة العربية ولكن كمان باللغة الانجليزية كمان هنعرف هنا تفاصيل اكتر ونخليها كمان تدينا كرس سريع كده في لغة الاشارة وقبل ما نطلع فاصل هنسيبكم مع تقرير عن بطل من نوع خاص هو اللاعب عبد الرحمن عادل من ذوي الهمم اللي قدر يتحدى اعاقته ويحصل على بطولات وميداليات متنوعة في ألعاب القوة وفي كرة القدم بعد الفاصل مع أولى فقراتنا انتظرونا